يا ابني الإيم صح صح ده أنا ضغطة مسألت الجرد دي وما في متعيش تخيل؟ يا ابني عشان تعرف إن الحاجات اللي مش عاجبك دي شربها بيقوم الدماغ دي لا والله، انت بيتنايل وانا بيتنايل يا ابني ده تخيل يا ابني ده أكسب ريشل سمعته من الكيفة بس بقولك إيه؟ لو الوقت ده بتاع الحشيش ماشيين أنا الأول أوه أنا مش مقصة أجع دماغ يا عم تقول نشتعيش خد ببيت الحشيش اللي هيوديك فداح يا ده ده يا بيس يا عب شريف ده يا بيس يا بكرو تفضل مفيش دبايح انت عارف يا صاحبي إن أنا آخر سجارتين بتلافي فيه سنفقول لها مش محاسم أهلاً، إزاي؟ طيب، ماشي بقى أنا هسيبكوا عشان تعرفوا تثبوتوا دماغكوا كده وما عكننش عليكوا ها؟ سلام على فين يا وليد، ما لسه مادري يا ابني قعد انفوخك مسألة تانية ما معلش نكمل بعدين، عصة أنا كده اتأخرت بستعجل يا ابنوسطة والكتاب ده مفوش صور بعدين أخوك كان ليه علام جامد أول زباد الله أخوك أخوك عمين، زيزو؟ لا، أخوك اللي هو ده وأعوز بالله بلعولت أخوك بس أخوك زيزو ده دواخني السبع دخات لفت عليه في كل الزيزوهات اللي عرفها بلاقيتوش كهده فص خلوه داب يبقى أكيد ملوش في البنة ولا في الحاجات دي طب انت تعرف البت الاب؟ الاب مين دي كمان؟ يا عب البت الاب بالميدة بتخيطة دي الله، إلا مالكش ده في البنة ولا في اللابياد ومالك فيه يا ابني معين الاثنين هما نفس الاتجاه طب انت تعرف عني كده؟ أنا اللي عرف إلهام والأنغام يالله، سلام بس سيلي على عادتك يالله، سلام يا وليل ما تتأخرش بكرة زي دلوقت إن شاء الله صاحبيكا، شوف دي بقى ايه دي يا صاحبي؟ دي سطفة إبليس جرية يا بكرو، وما انت كل مرة بتقول نفس الكلمات دي وفي الآخر بتطلع دي شبه دي يا عب اسمع اللي بقولك عليه كل أهل أخريش قدوا بشربوا بالدي وبراحوا جو أدب بنت شوية لفدة سجارة لا لا خد انت تعامل أنا لسه ضريب لي بتاع خابورين طلعين من نفوخي يالله بالدجاح إن شاء الله احنا هنستنى كده من غير ما نعمل حاجة ربنا يبعطي يا بنتي أنا هين عليها لنزل أدور عليك نفسي والله انت جالكتينة وارد خالبين الفاضي يعني هو مادام بيروحوا يذاكر كل ليلة عند صاحبه يبقى نجلقوا ليه؟ يا بنتي بقولك التؤخر عن معاد كل ليلة أجيبت منين بس يا عبد العزيز تشوف فاكوك صليع جاشفة فيكي وجمي النام خمس دكايج وانلجي داخل انت حوله ومعبت اها اها ما تزعجي الهوش خليها كل لجمته هنا من حضرتك؟ مساء الخير سلام عليكم دي شقة فاليد عبد الرحيم فضل؟ ايو طب هو مصب في الاسم ومخدرات نمثبتي نمثبتي يا اينا ابني الحاق بقى اموله محامل حسن ده كده نمثب تلابت يا نحو يا نحو يا نحو يا نحو يا نحو يا نحو استهد لله بس إن كان فيه حاجة غلط حاجة غلط ايه انتهت بهم ايه أجيبك مني عبد العزيز مني ايه مني ايه انا نحو ما كان يا عبد العزيز زين سوف أخطي وش نمطين اغيب معاك لا لا خليك يا عبد العزيز حايتصرب شكرا شكرا يا عبدالعزيز سورة اوحيت ابوك انت مين؟ كله بتاند وخلاص عايزها في حكاية وغرقه ويالله ايه اشكاة بلك عليك تسيني ما تتيج لحد انا اخوك وليد الراجل تجي البيت وقال انه متلبس المخدرات وهيرحلوا على النيابة انا يا ريسود لام كل حاجة اشافع وصدير الحد وقيلة انت عتتأخر احنا الحقنا الفكري سارح والاجري جارح ماليش في الدنيا دي ساميرا اللي جابك هنا دلوقت يا بيت عايزين فلوس عايزين فلوس ما انت بقلك اسبوع مغايبت وعرفت ما كان هنا ازاي بيت انا مش جايلك انت اصلا انا جايلك عم زيزي زيزي مين يا بنت المجنونة وعمك مين عرفت ما كان ازاي وعايزة منه ايه يبا انا كنت جاي ادور عليك هنا هو سفني وانا بعيد جايلي معايا عن دمي وخد الوضع المسلسفة دفع فلوس العلاج واده لم يفلوس واده لي فلوس واده من عارف عنك حاجة طب خلاص خلاص كفاية بقى كفاية روح انت دلوقتي انا هتصرف ايه ايه انت بتعمل معايا كده ليه يا زيزو انت تعمل معايا كده ليه يا جادو ايه يا دوليو ايه 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 اهلا يا زيزو اخوه جوا في الحادث وعازين منطلعها يا عمنا وماحدش هحلها بيه لا خلاص المحضر الكتب والمخدرات في كتابه المخدرات دي متخصوش عن مفتيح ايه لا تقول لك اعمل محضر الله، انت جاي تبالتك علي يا اواللي ايه والله احطك في الحد لما يبالك صاح ما نعمل لك اه طيب ايه الخناء دي افتاح محضر باشا المحضر جاي يرمي بلاه علي وبيقولي عن المحضر هيا يا سيزو يا محضر اعرفك اعرفك كويس مش انت اللي ورشي تبوك تسرقت ومش عايز تعمل محضر لغادي دلوقتي ومشيت بجناسته بطول الشارع ايه باشا حصي سيادتك انا جاي اعترف بحياسة المخدرات يعني اللي اتمسكت مع اخوي انا عايز اعرف انت قلت تعمل كارت الارهاب دل مين كارت الارهاب ايه بس يا باشا انا يا اخوي ممسوك عندكم وليد ماشا كنت وجيش الصعيدة ورجلس تابوك في شارع عبدالعزيز ما تخليني في الواد المحبوس داي بايه سيادتك انا جاي اعترف يعني المخدرات دي بتاعت انا وتخصيني اصلا يا فاندم كنت بخبي الحشيش في الكتاب بتاعه على اساس يا انا امي ما تخدش بلا وتمسك المخدرات يعني وهو نزل يذكر مواحد صاحبه حصل اللي حصل تتزامت الكلام اللي بيقول تتزامت انت بقى اروحك لا عاني اباشا ضربني اباشا وأنا باشي في حالي والله العظيم اول ضربت برضه شابره مانميله شرفة توشه كده لاحدة انتين ضربة بعد ساعتها سبتني قلبته اباشا وأنا ماشي في حالي بجري على قوت عيالي وفي لحظة صمت طالع علي وفتح المطة وعايز ياخد اللي معايا وانا معاييتش يا باشا ايو ادبغ الفتباقه ده نزل في البناخيرة خلاص خلاص التواب بقول لكم ايه امشي من هنا عشانا مش فضلكم ها اللي هدخلكم الحاجز وعملوكم محضر وعريكو عن نيابي انا اسف يا باشا اللي مش هتنزل عن حقي ادخلنا الحاجز تعرضنا عن نيابة حق يا باشا اوتي وتعيالي خلاص خلاص يا شاب خلاص بقول لك ايه هل تعرف زيزو؟ زيزو؟ زيزو مين فيهم يا باشا؟ هاكون مين فيهم؟ هتنسفيني هتكون انا اعمل ايه اسف يا باشا ايه اسف ساعاتك بعد هايز ده قد عايز اخص الحاجز ده وعند ناس جوا اهضا هدخلت الحاجز افتاحك افنوا يا باشا تفتشوا ملاوي وتعمل لهم محضر وترميهم في الحاجز اللي اطم افضل لكم احضا يا باشا اتعاي زيزو انا عزك المدابي ايه كنت انا بته Leanab افهمنا عزيزو اخوكم يتبلغ ann 됩니다 حياستو مخدرات ولما المخبرين مسكوه لقوا فعلاً في الكتاب بتاعهم خدرات خدرات يا بيه مس دلولة ما بيحطش السجارة في بق ما هو حل اللغز ده عندك أنت أزيزه لو انتلي مين اللي سرق الورشة بتاع تابوك عنا قدر نعرف مين اللي دس المخدرات لأخوك وبلغ عنه وانا مش اعرف مين مين اللي سرق الورشة دس بقولك ايه ما تعملش حدق علي انا متأكد انك عارف مين اللي سرق الورشة انا بخبرتي بقولك ان اللي سرق الورشة لسه حطيرك في دماغهم وبيلو ادراعك بموضوع أخوك يلو ادراع انا؟ ده ما تضحايق يا باشا مش الجان ماقولك يا زيزو ما تضيعش وقت معاك لبا يا باشا بلاش نتكلم في الموضوع دخلينا في الوقت المحبوس كله ده خد أقوالي زي ما قلت لحضرتك واحبسني مكانهم اللي ولا عنده كلها مكر يا باشا ماينفعش اللي انت بتقوله دوت ماينفعش عمل كده مش هينقذ أخوك غل انك تقولي الحقيقة اسمع كلامك اعمل محضر بسرقة الورشة بتاعتبوك واكتب الأسامي اللي انت شاكت فيها واسيب الموضوع علي انا وديني وما اعبد مع اسيبك يا باك ايسا ده عم مستقبالي انا؟ خلاص يا عم وليدي اهدى بقى اهدى يا ده عايزي اللي عم مستقبالي ده حاطينك عشيش من كده اغزاق على غلط يو يا جدا اهدى قلتلك وقعد بقى ارتاح يا جدا خلاص بقى بالعرق السعيد اللي نفر منك ده القواص المحضر التكتف ولكل حاجة خلصت خلاص يا جدا عن اول اتعامل يا هدى بعض اغزك عن بعد احببكش هايزلك معايا وافيا انتو اهدا وافيا واف عيندي اسمع الصمت وكله حازي كله يقلع يا هدى قامل مش انت يا هدى اهم اقلع يا هايزة انتو اهوا اقلع يا هايزة انت امشتاج لي ده هكذا يا جدا عيقلع متقلقش. ايه لا اهد البنطلون ده? يا امش هينفع البنطلون. يا جدا عمان انت هتاخد البنطلون الاستاز مكفص. يا امش لا بس حاجة تحتين. يا جدا عدتنك علع ياط. وانا هلبس البنطلون بيتلع ومش لا بس حاجة تحتين. خافش انا كشف عليه ايه لا. ايه لا. اه اه. حيزي اه. دله شفش. دلو الشبش بيها دلو الشبش بيها دلو الشبش بيها عبد بتاعك يا جرح اقول يا اخي دلو الشبش بيها ادلو الشبش بيها اتغيب علي والتتها العش والبلحة والصحبية والحاجز اللي ببدة طب عشان خاطر ادلو الشبش طب ادلو فرضة واحدة يا جرح عشان خاطر ادلو الشبش اهى ايه لها عمى انا مش بهم اي حادي اعنا ذلك اسمع جاندة ما طولة جاندة اسمع عم وليد اخو زيزو اللي مغرقني في جمايلا انت هتقول ان انت نازل الصباح بتجري وبتسخن عشان تخرش يسباق اختراع الصحية اللي في المدرسة مدرسة ايه عم انا في كلية يا عم مفرقتش انت جاءت علمني هنا وتصححلي اللغة ما خلاص عليك ادرك وانت بتسخن وتجري على الاخر كده هجموا عليك المغبرين خدوك على الاسم يفغولك الكتاب يا سلام واسمي بقى مكتوب عالكتاب تمام امال الامال يا عمو كله في الجراش اوه حبيب قلبي اوه كده انت كده عن قصد مستحبالي تمام كده حبيبي حبيبي ما تعملش كده اسمع بقى اسمك عالكتاب اهو بس ان شاء الله ما يكونش مكتوب على الصفحات اللي في الكتاب عشان ما نغرقش في عالك الكتاب نعمة الاعش اسمع اهدى اسمعك يا واليدي ووه قل لي عشان اخرجك من المشوار ده دم ساح وانه دم يا احمر بدارد الخروم بس وحيد زيزو زيزو الغارج شبره خارج اللي يبربش اللي يبربش اللي يغمّ اللي يفكر انه يبربش او يغمّر اللي يفكر انه يبربش او يغمّر ياه همتون؟ انا. انسك تكسرية حبل غسيل. انسحني بيها شو. تعال ابا. انت متعرفش اليسير احرام؟ احرام يا. حرامي؟ حبل غسيل يا رايس. تمني. ارجع توفي يا عطي. ارجع ها فتوب يا عطي. توب كلكم يا عطي. خذ يا تعال اطلع اركب العجلة دي هتلملح من الدفلة. اركب العجلة دي. يلا يبدو هكذا شاب غالت جانزير شاب غالت جانزير يا أخي غد يا قط وانت اطلع لش سلم ده يلا اشتغل مرضي عم مرضي يا أخي تمام هيا يا زيزة لسه نصمم عبالك المحضر برضه وتشيل الليلة على أخوك باستعمل حسابك انت أخوك هتتعرض على النيابة وممكن يكون فيها أربعة استمرارة هنعمل أي حاجة عشان أخوي أخرج منها خلصة دي حرق باستعمل يعني زي ما اتصمت زي ما اتفضلت واحدة من واحد وانت بتفهم أسهم من جدا اللي انت اصطلحت معي اتصالحنا تمام التمامه وما يبنش علينا زعبك خلاص يا أخوك خد انت بينا كله ويلا اللي اللي باعي يا حبي انت جمال ايه عينة الرجال انت يعني عشان ما يبقاش في كتابة محضر وطرحلات وعرض على النيابة وحبك كده يعمل مش عايزين من انت وضمال مع الفيلة وانت استنى أخوه برا يا جلعة تعالى بس مش فاهمة يا دا خلاص الواد فيه ما هيعمليه وكله هيبقى تمام كلها ساعتين ويبقى مكينة خلاص ومخضرات يا شبا يا عب انت اه ترغي والطيار لينا الدماغ اللي عمدان في الحجز ولا هيا اسمع بني انت هو هو انا عد الباشا بيترجان عشان يفتح محضر لسرقة ورشة ابوية عد الباشا عد الباشا يا اخويا تعملي فيها غيبوه بها هتقلم معاك في اخويا هتقلم معاك في حياتكم جرى ايه عم الأبضاء ارتلق خلاص الواد يركع كليته هيتقى تمام التمام قديني انت ارتلق السبت قدم انت الاسبوع كله قدم بقى يا عم اذا انت واسا هدا يا عم انت واسا يا خلاص يا جدع يا عم يا جدع يا عم يا عم الحمدالله على سلامتك يا ده نوات محسيني يا عم هعملو فيك يا حبيبي بهملوك قولو حسيني عملو فيك ما خلاص بقى يا عم مراجل قدامك زي الفل اهو ايه يا حجة دعاء الكروار اللي احنا فيه دوت ما يصحش كده الحمدالله انو وليد رجع بالسلامة يا حجة وبعدين بقى خليه كده يقوم يستحم وياخد دوش حلو وينسا اللي شافه ويتعش عشوة حلوة ترم عظمه طيب شكلين يا رجال ايه ده ايه ده ايه ده با مش دي ريحة فراخ محمرة ورز مفلفل الله يبرك لك شوائد بيتين جمعلي كمان ايه دكيكة محضر الوقت طيب بس تعالي عودي هنا نزلنا على طول احنا مايصحش كده يا زيزو طب عشان خاطر الرجال ايه الحجة حلفت مايصحش بقى تنزل الحلفان يا زيزو انت بخير ولا ايه عشان تخاطر باب اللي ساحدة داكل بقى بعض طب انا اقوم انا بقى رايح شوية لا يا بلا انت تاخد دوش وتتعشى مع الرجال انت دوشك بقى زي اللقمة لا لا ماليش نفس انا اجي عنه ايه 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 ما تنسوا لي بقى وتسيبونا انساكم بعد اللي عملتوا فيها وخليت لوسطة بتاعي يفتع لها بطوتو واذا العيش والبلح والصحبية يعني هتعمل ايه باكرو هترش زيت واسخنة زعلع فيه يعني ايه باكرو ايه باكرو ولا ايه انت هو ايه ايه عمل ايه بس عشان انتحالوا عن قفاة وتسيبونا كل عيش اقولك يا زيزو اللي عملتوا معانا دا ما يتلعش مجمجم ولا بالطب للبلدي